أعلنت شركة مزاد عن طرح مجموعة من فئة الأرقام الجديدة المميزة للأوحة السيارات الخاصة للمزايدة الإلكترونية وسيتم الإعلان عن إتاحاتها للرغبين في اقتنائها من خلال المشاركة في المزاد عبر الموقع الإلكتروني لشركة العربية للمزادات اليوم السبت ويستمر حتى العشرين من شهر مايو الجاري الزميل يحيى العمري والتفاصيل المزاد العلني الأول في مملكة البحرين كان قد حقق نجاحا باهرا بمشاركة واسعة من الجمهور الذي بلغ عدده 1500 مشارك ممن يملكون الرغبة والشغف للمزايدة على الأرقام المميزة من فئة 600 ألف وذلك مع عكس توجه الحكومة لإضفاء المزيد من الشفافية على بيع الأرقام فكان النجاح الذي تحقق في المزاد الأول باكرة نجاح هامة لشركة مزاد لتكريس ثقافة جديدة للمزادات في أسواق مملكة البحرين حيث أعلنت شركة مزاد عن طرح مجموعة من فئة الأرقام الجديدة المميزة للوحات السيارات الخاصة للمزايدة الإلكترونية سيتم الإعلان عن إتاحتها للرغبين في اقتنائها من خلال المشاركة في المزاد عبر الموقع الإلكتروني للشركة العربية للمزادات وذلك بدءا من يوم السبت الموافق السادس من مايو الجاري ويستمر حتى العشرين من شهر مايو الجاري وبهذا الصدد أكد السيد طلال عارف العريفي الرئيس التنفيذي لشركة مزاد إن الترتيبات جارية لتنظيم المزاد الإلكتروني بالتعاون مع الشركة العربية للمزادات وفق أعلى المعايير المتبعة وتم عمل النظام الإلكتروني واعتماده بالشكل الذي يسهل عمليات المزاد وتسجيل المشاركين وإرساء المزايدات بكل شفافية وعدالة وتنفسية وذلك في اقتناء المميز من أرقام لوحات السيارات الخاصة لافتا إلى أنه سيتم خلال المزاد طرح 30 رقما حيث تبدأ قيمة المزايدة عليها من 100 دينار بحرينية حيث يمكن المشاركة في المزاد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة العربية للمزادات أو تحميل التطبيق الخاص بالمشاركة ومن ثم التسجيل وملء البيانات الهامة المطلوبة ومن ثم إيداع مبلغ 20% من قيمة حد المزايدة والجدير بالذكر أن شركة مزاد تعد أحدث الشركات التي تم تأسيسها تحت بظلة شركة البحرين القابضة ممتلكات وتعمل على تنظيم وإدارة المزادات وكانت قد تعاقدت الشركة مؤخرا مع الشركة العربية للمزاد في سياق تمظيم المزاد الأول للأرقام المميزة للوحات السيارات الخاصة الذي أقيم في الثالث عشر من شهر إبريل الماضي نحن العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف سيد طلال عارف العريفي رئيس التنفيذي لشركة مزاد بداية سيد طلال بعد التحية أعلنت شركة مزاد بالتعاون مع الشركة العربية للمزادات عن طرح مجموعة من فئة الأرقام الجديدة للأوحات السيارات الخاصة للمزايدة الإلكترونية هل لكم أن تطلعوننا على هذا الجانب؟ بسم الله الرحمن الرحيم والله في البداية أحب أن أشكركم على عتاة هذه الفرصة طبعاً يعقد أن المزاد الإلكتروني بتاعه مع الشركة العربية للمزادات طر التفاقية الموقعة بينهم وبينهم تم طلاق المزاد الإلكتروني الأول في الساعة السادسة المساء اليوم على موقع شركة العربية للمزادات وطبعاً رح يستمر إن شاء الله المزاد لمدة أسبوعين المزاد يعطي يعني استمرار لعمل شركة مزاد في طرح سلسلة الفئة الجديدة من الأرقام اللوحة السيارات التي تبتدي من 600 ألف وتم طرح ثلاثين اللوحة مميزة في المزاد ويعني طبعاً يأتي هذا المزاد كآلية أخرى متماشية مع توجه الشركة نحو تحت الفرصة أمام الجميع إنه شارك الشفافية وعدالة وتنفسية في اقتناء هذه الأرقام نعم ما هي الألية المتبعة هنا في التسجيل والمزايدة؟ والله يتعين على اللي يرغبون في المشاركة في هذه المزاد الإلكتروني التسجيل على الموقع الإلكتروني الشركة العربية المزادات فكيد أو من خلال التطبيق الخاص للشركة على هاتف النقال ويمكن للجميع أن ينزل التطبيق على الهواطف الاشتراطات كلها موجودة على التطبيق والموقع الأهم هنا يجب على الهو تقدمين دافق مبلغ تأمين المشاركة وطبعا سيكون هذه المدلة قابل للترجمة نعم السيد طلال العريفي رئيس التنفيذي لشركة مزاد البحرين شكرا جزيلا لك